كوكولي فيج اسباح كوفزا ليبيا ولغو سيتان لناها اليوم جبتكم كيكة الشوكولات العجيبة هي نسميها كيكة الشوكولات لكن جيبي دون شوكولات والطعم ارتاحها خيالي جيطرية ومشربة مع هذيك الكريم مع هذيك السوس طعم من اروع من اروع ما يكون ومن اروع ما جربت والمقادير ارتاحها سهلة 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 جدا ومتواجدة في كل منزل يعني ما رحش تكلفك بزاف والقوام تحها رائع جدا تقدروا حتى تعتمدوها كمشروع مربح جدا جدا علاش لانه المقادير تحها اقتصادية والطعم تحها لذيب كيما انتاع لاباتيسخي تاع المحلات اذا انمروا يا لبنات للمقادير وطريقة التحضير اذا لبنات اول حاجة نبدو بها اللي هي الكريم باتيسيخ حنخلطو الكريم باتيسيخ الكريم جنتيه هكا باش نتحصلو على كريمة تكون زكية وايضا تكون بنينة الكريم ديبلومات معروفة انها بنينة خير من الكريم باتيسيخ واحدها ولا الكريم جنتيه واحدها الوغ هنية وش عندي نحتاج اثنين ملاعق كبار تاع ميزينة وعندي كاس واربع انتاع الحليب هذو كامل نخلطهم دفعة واحدة يعني بارد في بارد في كسرونة ونزيد ايضا ربع ملاعق كبار تاع السكر تقدروا تنقصوا كمية السكر على حسب الذوق التحكم وايضا ملعقة كبيرة تاع الكاكاو نديروها فوق النار على نار هادئة هادئة جدا ونقعد نحرك يعني مع التحريك المستمر متغفلوش عليها وإلا الكريم تاعكم رحش تجيكم ليس ورح تجيكم معمرة بلحو بيبات اهلوغ ابخي معقدتنا الكريم ونحينها من فوق النار وهي هكيك سخونة نجيبو اسيات هكيه ونفرغو فيها هذيك الكريم ونوضعوها على كامل هذيك الاسيات بش تبردنا في وقت وجيز جدا ونغلفوها ايضا بابي فيلم هكا من الفوق باش متشكل هاش القشرة اتنسيو انكم تديروها هكا بلاسيات في الفرجيدال لانو رح تشكت لكم القشرة وكي تجو تطلعوها مع الكريم شانتيه حاجيكم فيها الحوبيبات الوغ هنية تغلفوها كما قلت لكم بساشي اذا هاي ليكم بعد مرور عشد دقائق في الثلاجة هاي ليكم لكام تاعي وش نجيب نحطها في بول هكا ونجيب الباتوغ تاعي ونعاود نفتحها يعني هي تكون جامدة نعاود رجحها للقوام اللي كانت عليه بعد ما رجعت لي على القوام اللي كانت عليه وش نزيد لها نزيد لها كاس نتاع كريمة الشانتيه مع اربع كاس نتاع الحليب ونطلع كامل هاذ المكونات دفعة واحدة هاذا لها كريمة تجي من الروع ما يكون وتجي ليس ويجي اللون تاحها بني هاذاك اللون تاع الشوكولة والبنام ما عندي ما نحكي لكم تجي من الروع ما يكون شوفوا كي طلحتها وحكمت القوام نتاعها هاي ليكم لها كريمة تاعنا شوفوا كيفاش جينا ليس جي رائعة جدا انا ستلاها شوية حليبها كباش الجيني شوية شوية طرية يعني ما تجيش حكمة روحة بزاف اللاكخم اذا حبيناها حكمة روحة بزاف منزيدو لهاش الحليب بزاف يعني هاذي الكريمة اللي تجي حكمة روحة نستعملوها فقط في التزيين اللاكخم بتاعنا نحيوها بجي نضيوها في الفريجيدر اه وننجو نحضرو الكيكا نتاعنا اذا بالنسبة الكيكا وش عندي عندي حبتين بيض فقط عندي كاس ليرفد ميتين ميلي لتر انتاع السكر ولا تقدروا تعبروه بالكاس تاع القازوز عادي جدا عندي ايضا كاس غير ربع انتاع الزيت ولا نصف كاس انتاع الزيت وكاس غير ربع انتاع الحليب عندي رشة تاع الملح وهنايا عطر الشوكولات اختياري اذا كان متوفر عندك نكهي به العجنة انتاعك واذا ما كانش متوفر عندك ديري في بلاستو لافاني انا غوش راح نحرك هذا الكيكا نتاعي بالميكساغ الميكسيها جيدا جيدا حتى نتحصل على هذا الفقاعد بش يذبلي كامل السكر ولا مكونات كامل تدخل مع بعض اذا ما عندكش الميكساغ تقدري تستعملي الباتوغ ولا فقط الفوي لكن لازم تحركي املح اه لغوش عندي دوتو كوتة عندي كيس خاميره كيميائيه وعندي كاس تاع الفارينا اذا ننخل هذيك الفارينا ونزيد عليها نزيد عليها كيس تاع خاميره كيميائيه وايضا نصف كاس اخر انتاع الفارينا وزدت عليه زوج ملاعق كبار انتاع الكاكا على وبالنسبة الفارينا عندي كاس ونصف فارينا وعندي زوج ملاعق كبار انتاع الكاكا وكيس خاميره كيميائيه هذو بالنسبة للمكونات الجافة اذا نخلط كامل هذي المكونات دفعة واحدة بهالطريقة حتى تدخل لي كامل الفارينا في المكونات السائلة اذا نحاول اني نطلع كامل كمية الفارينا اللي تهبط لي في القاع ونخلط ملاحة تنذب لي كامل هذي كلافاغين نخلط جيدا بالفوي هوليك القاوة منتحها يجي شوية سائل لكن ما تخافوا هاش عادي هكا باش جينا الكيكا التاع نجي نخفيفة وكي نشربوها راح جينا مشربة يعني تشرب بطريقة سريعة اذا وش راح ندير نجي بسنيوة التاعي هذي 28 على 24 سنتيمتر هذه هما الابعاد التاع سنيوة ندهنها بشوية تاع الزيت ونرش عليها شوية تاع الفارين هذي النوع التاع سنيوة التاعي انا نعرفها باللي متلسقش لكن اللي عنده سنيوة يعني تلسق لازم تدهنيها مليح بالزيت والزيدي تدهنيها مليح بالفارينا نهبط كامل الخاليط التاعي في السنيوة وفي هذ الاثناء راني شعلت الفرن التاعي على 180 درجة شعلت عليها 10 دقائق اللولة من الفوق ومن التحت ومن بعدها طفيت من الفوق وشعلت فقط من التحت لانه سنيوة تاعي يعني الكيكن تاعي راح نطيبها من تحتها ومن بعدها كي تطلعها خلاص كي تطيب مليح بش نشعل عليها تاخذ تحميرها خفيفة من الفوق ونحيها من الفرن إذن نهبط كامل هذك الخاليط انتاعي ونسويها يعني نخبط سنيوة ونحركها من ليح باش يجينا السطح مستوي كي مراكم تلاحظوا إذن كي مسبقوا قطلكم درجة الحرارة هي 180 درجة ونطيبوها فقط من تحت اتنسيون انكم طيبوها من فوق ومن تحت دفعة واحدة طيبوها من تحتها كي تطيب من تحت جيدا وتطلع مليح نشعل عليها من فوق إذن دو تخوكوتي الوقت اللي راهي الكيكة تاعي طيب أنا وش روح ندير نروح نحضر هذيك الصوس تاع الشوكولة البنة التحجية رائعة جدا وش عندي؟ عندي كيلة تاع الزيت كيلة انتاع الماء وكيلة تاع السكر وكيلة انتاع الكاكاو إذن الفنجل تحكم لازم تعمروه انتاع الكاكاو كيلة 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 انتاع الزيت كيلة انتاع الماء تقدر تستبدلوها بالحليب وكيلة انتاع السكر وكيلة انتاع الكاكاو أهلو هذي المكونات كامل تخلطوهم مع بعض في كسرونة تخلطوهم مليح حتى يدخلو كامل مع بعض ومبادا وش روحو نديرو نروحو نعقدوها فوق النار لمدة دقيقتين يعني كيتغلي نحيها من فوق النار ومبادا كيت نحيتها ويسخو نروح نميكسيها بالميكسر باش تثقال معايا يعني كيتنحيوها من فوق النار تشوفوها خفيفة يعني كيما كيما الماء لكن كيتتميكسيوها بالميكسر راح تثقال معاكم شوفو البنات هايليكم بعد ما ميكسيتها بالميكسر كيفاش راهي ثقيلة لانها راهي مزلت سخونة كيتغليوها في الفرجيدة راح تحكمروحها جيدا هايليكم الكيكا نتاعي بعد ما طابت وخرجتها من الفرن وخليتها تبرد لمدة 15 دقيقة خليتها تبرد جيدا ونجي نتقبها بالفرشيطة وراح نسقيها بالشربت انا هنيا الشربت درت بارد في بارد درت كيستع الماء معا ثنين ملاحق بارد تاع السكر وتقدري تجيبي كيستع الحليب تذوبي فيه ملعقة كبيرة نتاع الكاكا وتسقي بها الكيكا نتاعك انا هنيا هنيا درت شربت قطلك بارد في بارد درت منين ملاحق تاع السكر معا كيستع الماء كيستع الماء ودرت له شوية من عطر الشوكولة هكا باش الشوكولات نجينا غنية برائحة الشوكولات كي ما راكم تلاحظوا يعني وسيتها مليح شربتها جيدا جيدا بش جيكم صافت بجيكم جيكم هكا طريا كي ما لاباتي سخين تاع المحلات يعني صدقوني البنات جي بنينة صح جي بنينة وبمكونات يعني بثف بثف اقتصادية حاليكم البنات بعد ما كملت كامل الكمية تاع الشربت الان نديرها نخليها اكوتي ونروح نجيب لك خيمتاعي باش نطليها من الفوق اذا هاي لكم لك خيمتاعي يعني كي طلحتها وخليتها اكوتي زيت حكم ترحاف الفريجيدر اذا ندير كمية مليحة نتعلك خيم اذا نوزحها كامل على هذيك الكيكا ومبعدة بعد ما وزحتها وش روح ندير نجيب سباتول ولا ولا موس ولا وش عندكم وتسويوا السطح جيدا لازم تسويوا هكا باش ما جينش جيها طلعة وجيها هبطة ويجي السطح الفوق ننتحها يجي املس ويجو كامل لحبات عندهم نفس السم كنتاع لك خيم اذا هاوليك اللي بنات بعد ما سويت لها السطح لان وش روح ندير نروح نديرها في الكنجيلاتور لمدة ساعة او ساعتين حتى تحكم لي لك خيم شانتي من الفوق باش نجي ندير لها هذيك لازسوس اللي حضرناها مع بعض اذا بعد مرور انا خليتها يعني كنت مزروبة خليتها فقط نصف ساعة في الكنجيلاتور وجي تدرت لها هذيك لازسوس هذي لازسوس جيبنينا يا لبنات وما تخافوهاش يعني كيفيها الزيت او ايتو ما تخافوهاش ايضن نكهوها بعطر الكاراميل ولا عطر الشوكولات رح يقتللها كامل هذيك الرائحة اه نتاع الزيت ايضا ثانيك تستعملوا الكاكاو من النوعية الجيدة رح تتحصلوا على سوس رائعة كيما الشوكولات هاليكم لبنات وش رح ندير ايضا نزيد نخليها في الثلاجة اكاكلي مدة 20 دقيقة بيش تحكم لي هذيك لازسوس وكي نجي نقطحها يعني ما تبداش تسيح معايا هاليكم جيت لامعة جدا تقدرو تقلاسيو بها حتى لتخت هاليكم لبنات بعد ما جمدت معايا هذيك لازسوس من الفوق هنيا وش رح ندير زيط طلحت نصف كاس متاع شانطية معا نصف كاس متاع الحليب طلحتهم جيدا وددتهم في لعباش باش ندير دي غوزة هكا من الفوق ولا تقدرو حتى تقدموها هكا مباشرة ولا تسكرفتو شوية تح شوكولات من الفوق ولا تديرو حتى هكا لكل حبة تديرو حبة تحسو جي رائعة جدا يعني اللون الاحمر مع اللون الاسود بتاع الشوكولات رح يعطينا منظر شباب اذا نقطع حكا ندير ثلاث خطوط ونجي نقطعها لحساب الحبة انا ديت الحبة كبيرة تقدرو تصغروها ولا تقدرو حتى تقطعوهم كي ما ليتخنش يجو بالطول يعني هذ الكيكا راه تندنس وره من الناس يستعملوها يعني للمقاهي تقدرو اللبناء تديرو مشروع يعني مربح جدا جدا هايليكم بعد ما كملتها وضيت لها كامل هذو كليغوزاس لان رشيت عليها شوية شوكولات مسكرفجا وهايليكم يعني ما خليونيش كامل نصور حبوا يذوقوها من الطعم التاح الرائع والشكل التاح المغري عليكم كيف تجي معنا الداخل يعني التصوير خان الشكل التاح الحقيقي لكن هي في الحقيقة تجي رائعة جدا عليكم نوريكم كيف تجي معنا الحبة معا تشرب كامل هذيك الشربة تولي تولي رائعة جدا عليكم الحبة نتعنا انا ما خليتهاش حكمت بزاف يعني هذيك لاصوس من الفوق لكن من المستحسن من المستحسن تخليوها ربع ساعات هكا باش تحكم روح مليح اذا وصلنا لنهاية لفيديو يا البنات ان شاء الله الوصفة تعلق اليوم تكون لتاعجابكم و ما تنسوناش بجام سيلفو بلي البنات وايضا اشتراك في القناة ان شاء الله هتجربوها وتشاركوني التطبيقات تحكم ما تنسوش اذا جربتوها تخلو لي رأيكم في التعليقات سلام الى مرة اخرى ان شاء الله